اشهد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع وطيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين من خلال اسهمها الحيوي في تنويع القاعدة الانتاجية والتجارية مؤكدا سموه ان ذلك يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقال سموه ان القطاع الخاص بصفة عامة وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة يوفران بيئة خصبة لاطلاق روح المبادرة والابتكار وان الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات التي تضمن لهذا القطاع البيئة الملائمة للانطلاق والتوسع وتحقيق معدلات عالية من النمو جاء ذلك للاستقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر لقضيبية اليوم لرئيس وعضاء مجلس ادارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتقدمهم السيد فاروق يوسف المؤيد الرئيس الفخري للجمعية والنائب احمد صباح السلوم رئيس الجمعية وخلال اللقاء كد سموه ان الحكومة تقدر عاليا سمات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خدمة التنمية المستدامة بالمملكة من خلال ما يوفره من مشروعات واستثمارات تدعم جهود البحرين على صعيد التنوع الاقتصادي واشدد سموه على ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة اساسية لنجاح مختلف جهود التنمية وان الحكومة في برامجها واستراتيجيتها اولت اهمية كبيرة لتحقيق هذه الشراكة وتوطيدها وقال سموه ان ابوابنا مفتوحة لكم ويسعدنا ان نستمع اليكم في كل ما يهم الشان الاقتصادي والتجاري واننا حريصون على تذليل اي صعوبات قد تواجهكم فغايتنا جميعا خدمة الوطن وتحقيق تطلعات شعبه في حياة معيشية كريمة من جانبه عرب السيد فاروق يوسف المؤيد الرئيس الفخري للجمعية نيابة عن اعضاء مجلس الادارة الجمعية وجميع منتسبيها عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بالقطاع الخاص لأسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يجسد مدى ايمان سموه باهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في خدمة مسيرة التنمية المستدامة في المملكة مشيدا بدعم ومساندة سموه للجمعية وبتوجيهاته العديدة التي اسهمت في الارتقاء بواقع واسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا استمرار الجمعية في القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني